نقابة المحامين هي نقابة مهنية وطنية بامتياز هل ترى بأن هذه الحقوق فعلا تنتهى كما يقول البعض؟ هو الأفر المترتب على غياب الجهة الرقابية الأولى وهي المجلس الأشريعي من هناك ملاحظات مجتمعية واسعة على واقع المرفق القضائي نحن نعي أنها يجب أن تبدأ من لحظة الأولى التي يقرر فيها المواطن الالتحاق في المرفق القضائي من أين نبدأ؟ نحن وجهنا دعوة صار عكس الإرادة السياسية في عملية التطوير الجهاز القضائي لا يمكن للسلطة القضائية أن تفكر بعقلية السلطة التشريعية لا يمكن أن أطلق وعود لا أستطيع تحكيرها نعم نحن نتحدث عن عمان ونيف الآن بدون لجان فرعية في نقاط المحامين وأي قصور في تشكيل اللجان الفرعي المجلس النقابي نحن نملك الجرأ لنتحمل مسؤول لكن هذا مخالف للعرف النقابي نعم نعم مخالف للعرف النقابي صحيح تركيز نقابة المحامين مرتبط في مناصرة الحالة الحقية مع قضايا شعبنا ماذا بيدنا لنجدة الأجديال القادمة؟ لا مفر إلا بالذهاب باتجاه بناء محاة تدريب الرؤى والأهداف كثيرة أستاذ أنس فيه سياق البناء المهني داخل نقابة المحامين بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في برنامج عدل بودكاست ضيفنا اليوم هو نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ فادي عباس أهلا وسهلا بك سيد الفائد أهلا وسهلا بك سيد صباح الأستاذ فادي يحمل شهادتين ماجستير القانون الأولى من الجامعة الأمريكية في واشنطن والثاني من جامعة بيرزيت شغل عضوا في نقابة المحامين الفلسطينيين منذ العام 2018 حتى يومنا هذا ومن شهر 11 الفائد حتى يومنا هذا هو نقيب المحامين الفلسطينيين أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيد الفاضل أهلاً أستاذ العزيز أهلاً غزة سامحوا تقصيرنا ووالله لو بيدنا لمنحناكم من دمنا صمودكم وصبركم وبطولاتكم ستحفروا في كتب التاريخ وسيجازيكم الله على صبركم في الدنيا والآخرة سيد الفاضل أهلاً وسهلاً بكرة أخرى في برنامج عد البودكاست أقل من عام نقيباً للمحامين ولكنك كنت عضواً في مجلس النقابة ما الذي يختلف الآن؟ صباح الخير أستاذ أنس مجدداً وأنا سعيد مشاركة برنامج عدل في هذه الحلقة في إطار إطلاقها الجديد ويعني اسمح لي بداية أن أترحم على أرواح الأكرم من جميعاً شهدائنا الأبرار الذين يتساقطون تباعاً على أرض فلسطين الطاهرة ويعني كمان أسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بتحية لزملائي وزميلاتي فرسان الحق وفارسات الحق بمناسبة قرب يوم المحام الفلسطيني الذي يصادف السنة 27 لتأسيس نقابة المحامين والتي أنشئت بمرسوم رئاسي صادر عن الشهيد الراحل ياسر عرفات بتأسيس المجلس التأسيسي وتشكيل المجلس التأسيسي لنقابة المحامين الزملاء الذين اعتزوا بهم والذين إن غابوا أو غيبوا غاب القضاء وغابة العدالة وسادة الفوضى فلهم كل التحية من من بركم هذا حقيقة تجربة العمل النقابي لسيما في نقابة المحامين وبالتحديد نقابة المحامين الفلسطينيين هي تجربة غنية تحديدا إذا ما أتيحت لشخص وزميل في مقتبل العمر وهو لا زالت شخصيته في العمل العام تسقل وتنمى وتطور هي تجربة غنية تستفيد منها على المستوى الشخصي في إطار تنمية الشخصية التي تحملها كمحامي فلسطيني يفترض بالأساس أن تحمل راية الحق والعدل والدفاع عن القيم الإنسانية وتتيح لك خدمة زملائك في إطار الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في سياق برنامج كامل متكامل تقود نقابة المحامين لاعتبارات تحملها في سياق وفقا لتكليف المشرع الدستوري لها في الدفاع عن هذه القيم وهذه المبادئ كل احترام طب لو نعطي المشاهد لمحة عن قيمة هذه المؤسسة وطنيا ومهنيا نقابة المحامين هي نقابة مهنية وطنية بامتياز تشكلت بتضحيات من المحامين الفلسطينيين الذين كانوا جزءا لا يتجزأ وعلى مدار السنوات والعقود الماضية جزءا لا يتجزأ من الحرك الوطني الفلسطيني فمنهم الشهيد ومنهم الأسير ومنهم الذي دافع عن الأسرى الفلسطينيين والذي دافع عن قدم الأرض وسياسات الأسرى والتهويد في مواجهة كل ما حاول فرضه الاحتلال في الصابق وسطروا نموذجا مميزا وعند التشكيل شكلت من خيرة من المحامين الفلسطينيين بالمرسوم الذي أشرنا إليه عن الشهيد الراحل ياسر عرفات وتوالى دور نقابة المحامين على التوالي في إطار خدمة القضية الوطنية وإعلان مواقف حقيقة تعبر عن المواطن الفلسطيني وعن القيم التي تعود عليها شعبنا الفلسطيني أضف إلى ذلك لنقابة المحامين محطات ومنعطفات حقيقة تعبر عن مدى انتمائنا لتطبيق وحرصنا على تطبيق مبدأ سيادة القانون وهذا ليس يعني عمليا هذا متوالي في إطار مجالس نقابة المحامين الفلسطينيين طيب سيد الفاضل قانون نقابة المحامين رقم ثلاثة لسنة تسعة وتسعين المعدل بالقانون طبعا خمسة لسنة تسعة وتسعين وضع في المادة الثانية أن نقابة المحامين هي حامل حقوق الحريات العامة إذن من أهداف النقابة تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لكن في فلسطين اليوم حقوق الإنسان تنتهك حسب كلام الكثيرين هل ترى بأن هذه الحقوق فعلا تنتهك كما يقول البعض يعني نحن في وضع القائم الذي نعيش فيه خصوصا في الضفة الغربي وأيضا في قطاع غزة يعني قطاع غزة عندهم حالة للأسف يعني الحرب والإبادة الجمعيلة تتمارس بحقهم وهذا موضوع يعني يخرج عن موضوع أنه النقابة فقط هناك على ظرف الاحتلال القاهر لكن أيضا الوضع حقوق الإنسان والقانون في فلسطين وسيادة القانون تنتهك حسب كلام الكثيرين هل ترون ذلك أم لا وهل نقابة محامين في الحالة هاي تخدم فقط المحامين أم يتطور دولها فعلا لتكون حاملة الحق والحريات كما كتبها المشرع بطبيعة الحال يعني لابد من التأكيد أولا أنه الشعب الفلسطيني هو شعب يعاني من ويلات الاحتلال وهذا يعني له ارتدادات على حياتنا بتفاصيلها اليومية وبكل ما هو مرتبط بحياة الشعب الفلسطيني هذا من جانب في إطار السياق الداخلي يعني من المهم التأكيد على مسألة مهمة جدا وهذه مسألة أعتقد اليوم أصبحت واضحة وهو الأثر المترتب على غياب الجهة الرقبية الأولى وهي المجلس التشريعي وهذا الغياب يعني عمليا يلقي بظلاله بطبيعة الحال على السلوك الذي تمارسه أي سلطة قائمة وبالتالي يعني عمليا إذا ما وجده هناك أي انتهاكات فهو حتما هناك أثر وارتداد لغياب الجهة الرقبية التي تمارس دورها الرقبية خصوصا أن السلطة المطلقة مفسد مطلقة نعم سألة السلطة التنفيذية في سياق إقرار التشريعات وبالتالي بطبيعة الحال يعني هذا للأسف كان مدعاة لإعتبارات مرتبطة بهذا في إطار دور نقابة المحامين ويعني عمليا خلينا نقول أن غياب المجلس التشريعي حمل نقابة المحامين عبئ كبير وأصبحت نقابة المحامين يعني في سياق دورها الذي أشرت إليه المكلف به أصلا من المشرع الدستوري في سياق تكريس مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحقوق هذا أصبح عبئ وواجب على نقابة المحامين وحقيقة نقابة المحامين يعني ممكن نشير خلال السنوات السابقة تصدت في الكثير من المعطفات لعدد من التشريعات التي صدرت التي رأت نقابة المحامين أن لها ارتدادات مجتمعية وقد تمس دمنات المحاكم العادلة ولها ارتدادات على مبدأ سيادة القانون وبالتالي يعني هذا الواجب وهذا الالتزام هو نابع أولا من تكليف المشرع الدستوري لنقابة المحامين مؤسسة دستورية نقابة المحامين وقرت بموجب قانون صادر عن مجلس التشريع وبالتالي عندما تمارس مهامها في سياق الدفاع عن مبدأ سيادة القانون هي تمارس دورها القانوني هي تمارس هذا الدور وفقا لتكليف المنوط بها من المشرع الدستور كل احترام سيد الفاضل كتبت في مقال حضرتك بعنوان نحو رؤية وطنية شاملة لإصلاح القضاء السؤال الأول بالنسبة لهذا المقال هل ترى بأن السلطة التنفيذية هي من تصلح السلطة القضائية أم هي مسؤولية أركان العدالة بشكل عام شوف الحالة الفلسطينية حالة مركبة وفيها غير من التعقيد أولا هناك عدة منطلقات لا بد من نقاشها في سياق أي عملية إصلاحية أو عملية تطورية أولا نحن نعيش في إطار وجود احتلال لازالة جثم على صدورنا وبالتالي هذا له أثر وارتداده في سياق بناء المؤسسات في سياق قدرة المؤسسات على الفعلية والإنتاج هذا من جانب الجانب الآخر المسألة المرتبطة في غياب الجهة الرقبية الأولى وهي المجلس التشريعي وبالتالي عندما أنا تحدثت في هذا المقال أطلقت هذه الرؤية وفق سياق ما هو موجود وما هو معاش فلسطينيا على الأقل في سياق المحافظات الشمالية المتمثلة في الضف الغربي ونحن نعتقد أن الأصل العام في مسألة تطوير العمل القضائي وهناك ملاحظات مش فقط من نقابة المحامين أو من نقيب المحامين هناك ملاحظات مجتمعية واسعة على واقع المرفق القضائي التي تحتاج في رأيي الشخصي إلى تدخل عاجل وطارئ لعلاجها وبالتالي عندما تحدثنا ونقشنا مسألة الرؤية نحن نعي بمسؤولية وبحكم التجربة وبحكم وجودنا في نقابة المحامين وباعتبار المحام الفلسطيني هو شريك أساسي في إقامة العدل وهو عمليا القضاء الواقف هناك لدينا صورة رؤية تشخص طبيعة هذا العمل القضائي حاولنا ومرارا وتكرارا تقديم هذه الرؤية على اعتبار وتقوم بشكل رئيسي على توسيع دائرة المشاركة يعني أن لا تنحصر المسألة في هذه السلطة التنفيذي لا تنحصر في نقابة المحامين ولا تنحصر في السلطة التنفيذية ولا تنحصر في قطاع لا وهناك أيضا احتياج لعندما نقول رؤية شاملة في تطوير القضاء نحن نعي أنها يجب أن تبدأ من لحظة الأولى التي يقرر فيها المواطني الالتحاق في المرفق القضائي أو المرفق القانوني من طالب الجامعة وإعادة مراجعة شاملة لبرامج التعليم الجامعي وبما في ذلك منظومة تدريب في نقابة المحامين وبما يلتصق معها بالتحديد الاحتياجات الحقيقية لمرفق القضاء التي الغير متوفرة حقيقة في الواقع الفلسطيني كل احترام صحيح سنكمل في ذا هذا الموضوع تطرقت في مقالك أيضا صاد الفاضل إلى علاقة قطاعات مختلفة وأثرها على قضاء مستقل وفاعل من أين يجب أن نبدأ برأيك يعني إحنا ذكرت بلشت أنت في حديثك وهذا تكمل هذا السؤال في قطاعات كثيرة تتدخل وتتدخل في مسألة أنه إيجاد قضاء فاعل ومستقل من أين نبدأ؟ نحن وجهنا دعوة صادقة نعم وهذه الدعوة تكمل في إطار عكس الإرادة السياسية في عملية التطوير الجهاز القضائي من خلال إصدار مرسوم رئاسي من قبل السيد الرئيس بتشكيل لجنة وطنية لتطوير أو إصلاع الجهاز القضائي تشارك فيها كافة الجهات المعنية على مستوى أركان العدالة على مستوى نقابة المحامين المؤسسات المجتمعية ذات الصلة الخبراء القانونيين أو عدد من الخبراء القانونيين كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وأن تكون هناك ورشة عمل مفتوحة لغيات وضع أجندة وطنية كاملة لإحتياجات القضاء تبدأ من شكل ومظهر مبنى المطلوب لإقامة العدل وانتهاءا قد يكون في مكان معين إذا كان هناك متطلب بإخراج بعض التعديلات القونية التي تنسجم مع الحالة التطويرية العامة وبالتالي وجهة نظر نقابة المحامين على الدوام أن مسألة التطوير مسألة الإصلاح هي تحتاج إلى أوسع مشاركة نقاش يقوم على قواعد فعلا يتشخص فيه الاحتياج لأنه من دون تشخيص الاحتياج لا يمكن إعطاء العلاج ومن هنا أسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن وجهة نظر المحامية نقابة المحامين في سياق ما يطرح الآن في موضوع المشاريع وسنصل لها في سؤال في قادم الحلقات لكن أنا عندي سؤال تكمل لإجابة حضرتك المحامين والعاملين في قطاع العدالة القضاء النيابة المواطن العادي أجمع داي فكرة حول تساؤل هل تحترم السلطة التنفيذية استقلال القضاء أم لا يعني هذا السؤال الجوهري في ضمن رؤية الإصلاح يجب أن يكون هناك مبادئ هل ترى أن هذا هو المبدأ الأساسي هل هو موجود أم لا يعني أنت من ملاحظتك من اطلاعك يعني بلا شك أستاذ أناس لا يمكن لا يمكن وهذه القناة على راسخ لا يمكن أن تفكر أو يكون هناك سلوك تام من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة شرعية أو سلطة رقبية هذا المفهوم في تعارض هذا مفهوم مختلط وفي الواقع الفلسطيني هذا واقع والسلطة المطلقة كما قلنا من مقصد المطلقة لا يمكن للسلطة القضائية أن تفكر بعقلة السلطة التنشرعية وهكذا دوالي لكن نحن الأسحة عم نشوف أنه هذا اللي بصير اليوم نعم وهذا الأمر حقيقة ينعكس وله ارتداداته في الحياءة اليومية نحن الآن نتحدث من بيت الهيئة المستقل لحقوق الإنسان لتتابع حالات يومية أنا في قناعة الشخصية أنه ما لم يكن هناك حقيقة نعم إعادة لدورة الحياة البرلمانية وإعادة الاعتبار للاستحقاقات الدستورية في إجراء الانتخابات العامة سنبقى في مكان معين حبسي حالي معين سنبقى في مسألة البيضة والدجاجة نعم وبالتالي هذا أنا أعتقد وهي اليوم النقاش فيها أصبح من أبجديات النقاش صديق نعم نعود إلى نقابة المحامين سيد الفاضل اليوم لدينا أكثر من 115 شهيدا في نقابة المحامين في قطاع غزة الهيئة العامة للأسف قطاع العدالة دمر بالكامل لنتحدث عن مباني الحكومية المحاكم النيابات وزارة العدل كيف تدواء الرسمي تم تدميرها بالكامل في قطاع غزة في حرب الإبادة الهيئة العامة أيضا هناك بأن الحرب قائمة للأسف أيضا لا تعمل ماذا قدمت نقابة المحامين الهيئة العامة في غزة وهل لديكم رؤية للنهوض بالهيئة العامة يعني أنه إحنا محامين وهذه هي نقابة المحامين هل لدينا رؤية لمساعدتهم والنهوض بهم يعني ونشلهم مما هو فيه على أمل نتوقف الحرب قريبا إن شاء الله يعني نسمح لي متجددا يعني أن نترحم على أرواح الشهداء بما فيهم شهداء نقابة المحامين الذين يمثلون خسارة كبيرة وفادحة للعدالة نعم ويعني نقابة المحامين وباعتبارها جزء يعني من الشعب الفلسطيني دفعت ثمنا في هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة سواء على مستوى الشهداء سواء على مستوى جرح المحامين من جملة جرحة نعم شعبنا أو على مستوى تدمير مباني النقابة في قطاع غزة التي دمرت بالكامل ويعني عمليا له ارتدادات سيكون للأسف سلبية على قدرة النقابة للتعامل مع واقع المحامين في المستقبل نعم مما لا شك فيه أنه الحالة التي أسس لها الاحتلال في قطاع غزة من تدمير كل شيء مرتبط في البنية التحتية وتدمير المباني والوحدات السكنية وعملية تهجير السكان ونزوحهم من منطقة إلى منطقة هو أسس لحالة عقيمة وصعبة سيواجهها الشعب الفلسطيني مستقبلاً وهذا ينعكس بطبيعة الحال على واقع المحامين الفلسطينيين أنا يعني بطبيعتي شخص بحب أكون واقعي ومنطقي في النقاش ولا يمكن أن أطلق وعود لا أستطيع تحقيق نعم وبالتالي يعني نقابة المحامين وفق المتاح كان هناك مساهمة من نقابة المحامين ممثلة بالمجلس والزملائي في الهيئة العامة في مركز القدس نعم في مركز القدس في تقديم يد العون ما أمكن في إطار صندوق التعاون والآن نحن نبحث عن آليات جديدة مرتبطة في هذا السياق وهناك نقاش جدي لإعادة تدعيم الواقع المادي وما أمكن من مساعدات لزملائنا في قطاع غزة ولكن يعني لكي أكون صادقاً ومنصفاً الوضع صعب للغاية أتواصل مع العديد من الزملاء في قطاع غزة يعيشون في ظرف صعب في لحظة معينة قد يفوق طاقات الطبيعية لأي مؤسسة وهذا يعني بطبيعة الحال غير مستبعد عن السلوك الإجرام الذي يمارس الاحتلال على مدار عقود بحق شعبنا الفلسطيني الذي يعني يمارس حالة عدوان غير مسبوقة وبالتالي نقابة المحامين في إطار مسؤوليتها الأخلاقية اتجاه أبنائها في الهيئة العامة في قطاع غزة لن تتوانى ما استطاعت من تقديم يد العون في إطار المساعدة المطلوبة والمرجوة بإذن الله طيب سيد الفضل أنت تعلم أن اللجان الفرعية في نقابة المحامين هي يد المجلس في المناطق في المحافظات لكن نحن نتحدث عن عمان ونيف الآن بدون لجان فرعية في نقابة المحامين وتوالت الوعود بتشكيلها أو إقرار نظام الانتخابها لكن لم يحدث شيئا من ذلك هل المشكلة في الهيئة العامة أم في مجلس النقابة؟ أنا خليني أصحك مش عمان ونيف عمان ونيف نعم وأي قصور في تشكيل اللجان الفرعي في مجلس النقابة نحن نملك الجرأ لنتحمل مسؤولية وهذا يعني عمليا إذا ما كان ديداننا هو الصراحة والصدق أنا بقول لك هذا قصور ولابد من معالجته نقابة بس من أجل التنويه في الجلسة الأولى من إطلاق عمل هذا المجلس قرر المجلس تكليف أو إبقاء اللجان السابقة نعم لكن هذا مخالف للعرف النقابي نعم نعم مخالف للعرف النقابي صحيح ولكن وهو ليس مبرر عمليا لا يوجد شيء ما يبرر عملية التأخير ولكن إذا رجعنا عمين لورش يعني تسارعت الأحداث في إطار عمل مجلس النقابي واستضم مجلس النقابي في العديد من المحطات التي تطلبت الدخول في حالات نقابية من ضمنها الاحتجاجات التي حدثت نعم في مواجهة القرارات بقانون إلى آخر وبالتالي هذا يعني أبعد مجلس النقابي نوعا ما عن المسألة المرتبطة في العمل الداخلي وهذا يعني بطبيعة الحال ألقى أثره وتلاها مسألة إلغاء نظام أو عدم رسوم رسوم ودخول النقابة أيضا في حراك جديد وتلاها لاحقا دخولنا في حالة حرب الإبادة التي ترتكب حتى هذه النحظة هذه الحالة المركبة هي عمليا سببت إبعادنا مش فقط عن تشكيل لجان الفرعية الرؤى والأهداف كثيرة أستاذ أنس في صياق البناء المهني داخل نقابة المحامين ولكن تسارع الأحداث وليس مبرر بالمناسبة يعني أنا لست هنا لأبرر أي قصور لأنه مهما قدمنا للهيئة العامة نحن مقصرون ولكن الظرف الحالي هو يعني ما يدفع تجاه طبيعة عمل وبالتالي يعني على سبيل المثال في الأشهر القليلة الماضية وهذا واضح للعيان وأعتقد أنت ملاحظة هذا تركيز نقابة المحامين مرتبط في مناصرة الحالة الحقية مع قضايا شعبنا وهذا هو المصاري الطبيعي اللي بنعتقد المطلوب أن تسير فيه النقابة في سياق ما يتعرض له شعبنا أنا بحب أن أشكرك بس على صراحتك أنه أنت قلت أن المشكلة في مدلس النقابة لكن هذا موضوع يمكن أن تحدث فيه كل احترام أنا شخصياً أحملك الجرى أنا أتحمل هذه المسؤولية ولكن تملك الجرى نعم كل احترام وهناك رؤية لدى النقابة لاستكمال هذا الأمر طبعاً من العام الحالي اللي هو عودة الانتظام العمل في المحاكم الفلسطينية طبعاً نحن نعلم أنه من سبعة عشرة حتى شهر أربعة كان العمل بالحد الأدنى يعني في نقابة المحاكم من قبل المحامين ثم حصل عودة للعمل طبعاً هذه العودة تمت قبل انتظام العمل للجهاز قضائي نفسه القضاء مازالوا في نظام مناوبات الموظفين في نظام مناوبات لاوجد تباليغ في الملفات القضائية في الدعاوة القضائية فعلياً يعني المراقبون أو حتى العاملون في قطاع العدالة بيقول لك لم يختلف شيئاً كثيراً اللهم يعني وصلت رسالة للمواطن أن القضاء قد عاد للعمل وهو لم يعود للعمل فعلياً يعني هل تتعتقد أن قرار العودة للعمل وأنا بعرف أنه كان في خلاف أيضاً في مجلس النقابة على الموضوع هل تعتقد أنه كان قرار سليماً حتى هذه اللحظة أم لا أولاً أنا أشكرك على هذا السؤال نعم وأنا أتواق للإيجابي ويتحت الفرصة لنقاش هذا الموضوع وبالمحصلة ما نحمل من رأي هو يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولكن هي قناعة نمارسها هدفنا الصالح العام في النهاية نعم وخلينا نرجع هيك شوي إلى وراء يعني من بداية الإحداث والعدوان على شعبنا نقابة المحامين وباعتبارها يعني جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة انخرطت في إطار سياق الإدراب ويعني بدت في إطار هذا الفعالية في إطار بعده الوطني وترافق معه عشان نكون واقعيين الحالة الميدانية التي فرضت في الضفة الغربية بالتوازمة هذا العدوان اللي هي عمليا أستاذ أناس نعم قيدت قدرة المحامل فلسطيني وكل أطراف العدالة من الوصول إلى العدالة نعم لم يكن في مخيلة أحد عشان أكون صادق استمر الحرب حتى هذا التاريخ نحن اليوم داخلين في الشهر التاسع أو العاشر من العدوان المتواصل ولا أحد يعلم متى ممكن أن ينتهي هذا العدوان على شعبنا في قطاع غزي نعم وبعد مرور تقريبا شهرين من الأحداث دار نقاش في إطار مجلس نقابة المحامين أنه ماذا مطلوب من نقابة المحامين في ظل استمرار هذا العدوان وهل هناك حقيقة إذا في بعده الوطني بعد مرور هذه المدة كإدراب هو في ذات الزخم الذي صدر الذي كان في بداية في 17 أو 18 نعم ويقول أنه نقابة المحامين هي معطل القضاء رغم أنه حركات نقابة المحامين من السابق هي كانت تداعيات نعم لخطوات أو كرارات معينة وليست بهدأ بيعني ما أجت نقابة المحامين قررت الصبح لنتعلق لا هي تداعي لحدث معينة نعم تمام في السابق قد قبل صحيح نعم دار في نقاش أنه أمد هذه الحرب لا أحد يعلم متى ننتهي وفي إطار يعني إعادة تعريف دور نقابة المحامين في السياق الحالة الوطنية الفلسطينية كان في وجهة نظر أنه إحنا دورنا الحقيقي هو تكثيف حالة المناصرة مع شابنا وبشرف وبأمانة إن خرطنا في عملية مناصرة ابتدأت من لقاء مع كافة نقابات المحامين في العالم لتوضيح ووضحهم في صورة الحالة الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل ويعني عمليا كان في عملية اختراق في العديد من المواقف من النقابات التي يعني اليوم خلينا نقول وضعنا لبنة لملف كامل متكامل من العلاقات الدولية زائد التركيز على مسألة الولوج والدخول في المسائل المرتبطة في السياق المسائل القانوني أمام القضاء الدولي وكان لنا شرف الدخول في هذا وبالتالي يعني إحنا سؤالنا بتعلق الآن بعد شهرين أنا كل احترام يعني أنا معك أنه الموضوع يجب أن يكون هناك موازنة بين كافة الأمور لكن اليوم بعد شهرين القضاء لم يكن مستعدا لاستقبال المحامين وعدنا إلى العمل هل ترى بأنه كان قرار صائب أم لا يعني هون إحنا المربط فرص أنا أعتقد أن اليوم على المجلس القضاء الأعلى نعم أن يتحمل مسؤولياته في إطار إعادة الحياة والدورة للقضاء الفلسطيني وهي مسؤوليته وعليه أن يتحمل مسؤولياته نعم ونحن عندما اتخذنا هذا القرار وخليني أكون بمنتهى الصراحة اتخذنا هذا القرار لاعتبارين أولا لاعتبار الأول اللي هو له علاقة أن هناك كان تغيير في رئاسة مجلس القضاء الأعلى وكان لابد أن نتخذ خطوة إيجابية بحيث أن نقابة المحامين ليست نقابة عدمية قصدك حسنية نعم نعم وإعطاء المجال للرجل لقيادة المرفق القضاء هذا جانب الجانب الآخر اللي له علاقة أنه نقابة المحامين هي بصراحة ليست الشماعة التي يتم تحميلها مسألة تعطل مرفق القضاء بالطالة تفضل وإحبال تفضل عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم نحن جزء رئيسي ومكون لكن نحن ليس من يتحمل تعطل العمل القضائي اليوم المطلوب المطلوب من مجلس القضاء الأعلى وكان لمجلس النقابة قبل عدة أيام لقاء مع معالي المستشار محمد عبدالغني العويوي رئيس مجلس قضاء الأعلى استمر تقريبا لثلاث ساعات وطالبنا بشكل واضح وصريح أن الأولوية في هذه المرحلة أستاذ أنس وأن نستغل الإجازة القضائية للتوافق ما بين الشركاء وخط طوارئ على خط الطوارئ للعمل القضائي تنطلق مع بداية العام القضائي مجلس النقابة مجلس النقابة نحن نحمل كل الخيارات نعم ولدينا اسمح لها وهذا سؤالي هذا سؤالي الآن سيد الفاضل طيب على ما يبدو يعني تعقيبا على كلام حضرتك أنه التوجه الآن للعودة للعمل بالقرارات بقانون الإجرائية التي ناضلت نقابة المحامين خلال آخر أربع سنوات لعدم إقرارها اتركوها للمجلس التشريعي اتركوا هذه الأمور للمجلس التشريعي ما هو موقفكم كنقابة محامين وإلى أين استصل الأمور في حال تم إعادة العمل بالقرارات بقانون التي تعدل القوانين الإجرائية أستاذ أنس نعم نحن ديدنا الوضوح والصراحة نعم نحن في نقابة المحامين لسنا عدميين في إطار إطلاق علاقة قائمة على الشراكة والتعاون نعم مع كافة أركان العدالة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى وفيما يتصل بموضوع القرارات بقانون كان لنا رسالة واضحة لكل الأطراف المعنية من أسماعالي المستشار رئيس مجلس قضاء الأعلى نعم الأخوة وزير العدل عطوفة النائب العام المستشار القانون لفخامة الرئيس وكل الأطراف المعنية وكلنا بشكل واضح أن القرارات بقانون اليوم إثارتها هي مثالة التي تثير حالة جدلية في الشارع الفلسطيني الكل في غنى عنها في ظل أن الدم الفلسطيني لم يجف بعد لازال ينزف لازال ينزف ليس لم يجف لا ينزف صحيح وبالتالي الله يربي هناك مصارين نعم وكلنا هذا الموضوع طرحناه بشكل واضح مصارين المصاري الأول الذي يرتبط في ضرورة إيجاد معالج طارئة لواقع تعطل المرفق القضاء الشبه المشلول حاليا صحيح والمطلوب من مجلس القضاء الأعلى بشكل واضح أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار وأنا بقول لك نقابة محمين كل الخيارات مطروحة على الطاولة ما هو يتم الإجابة عن هذا دساؤل بالقرارات بقانون هكذا يتم ترويج لها هذا المصار المصار الأول الذي هو اليوم فيه أولوية على مجلس القضاء الأعلى ونحن مستعدون أن نكون جزء وشريك على الطاولة لوضع خط الطوارئ تستطيع منها القضاء العمل مع بداية العام المصار الآخر له علاقة في المعالجات التطويرية لحالة القضاء أو الإصلاح لحالة القضاء بشكل شامل وهون رؤية نقابة المحامين في هذا الموضوع أن التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين الإجرائية هي ليست الحل السحري للخروج من الأزم التي يعاني الخلل البنية والذي يعاني من القضاء ونحن نقول وهذه دعوة صادقة مجددا أنه نحن نطلب أن يكون هناك لجنة وطنية موسعة يشارك فيها الكل كل الأطراف المعنية تناقش مسألة الاحتياجات الحقيقية ومشاكل قضاء تشخصها وتضع لها العلاجات والتي قد تكون بنتجتها التوصي في إكرار بعض التعديلات التشريعية هنا وهناك طيب كل احترام سيد الفاضي إحنا عشان الوقت يعني دهمنا وبسرعة المحامون في الضفة الغربية يعانون أوضاعا معاشية صعبة يعني هذا حقيقة لا تخفى على أحد هل هناك خطة أو برنامج طوارئ مساعدتهم إذا كان بالإمكان ذلك يعني شوف أستاذ أنس أنا بعرف أنه نقاب محكم بقوانين المحامل الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية الفلسطينية وحقيقة نقابة المحامين كمؤسسة هي مدينة للمحامين مدينة بمفهوم أن المحامل الفلسطيني في كل المرعطفات السابقة لم يتوانى أن يسند نقابته في كل المحطات النقابية النضالية في مواجهة بعض القرارات بقانون في مواجهة خلال الحركات النقابية وبالتالي نقابة المحامين مهما قدمت كمؤسسة للزملاء المحامين فهي مدينة لهم هذا من حيث المبدأ نقابة المحامين بالمقابل في سياق الموضوع الاقتصادي والواقعي الظروف في الحال الفلسطينية ظروف متسارعة أستاذ أنس ونبدأ في منعطف وننتقل لمنعطف آخر وبالتالي هذا أحدث حالة إرباك على مستوى الهيئة العامة وعلى مستوى مجلس النقابة بمنتهى الوضوح في سياق المساعدات في سياق الأخيرة أنت تعلم وخير من يعلم أن نقابة المحامين في إطار عملها هي أولا يحكمها قانون وتحكمها أنظمة وتخضع للمسائل والرقابة من الجهات الرقبية المعنية وبالتالي وبالتالي ديوان الرقابة هي المكفحة الفساد وبالتالي نحن ضمن هذا المسار يمكن أن نقدر خارج هذا المسار لا يمكن لأحد تحميل هذه المؤسسة ما يفوق طقات بمنتهى الصراحة كل احترام الآن أربع سنوات منذ جائحة كورونا حتى يومنا هذا وللأسف الأزمات تتوالى تتوالى خلف بعضها البعض وضع التدريب في نقابة المحامين تدهور كثيرا المحامي المتدرب لا يتدرب فعليا المحاكم مغلقة بشكل شبه كامل خلال أربع سنوات أين ترى وضع التدريب وماذا بيدنا لنجدت الأجهال القادمة نحن عمشة ندرب صراحة يعني هذه مشكلة كمان مرة شكرا على هذا السؤال المهم واللي أنا بعتقد اليوم هو أساس لعمل نقابة المحامين أو أي مجلس نقابة النقابة كما يقول البعض هي مسألة مرتبطة في التأديب والتدريب والتدريب هو يعني متدرب اليوم هو محام الغد هو قاضي الغد هو وحيد نيابة الغد وبالتالي هذا الموضوع يجب إليه نقابة المحامين ومجلس النقابة وصل إلى قناعة راسخة من خلال الدراسات العلمية وتشخيص حالة موضوع التدريب أنه لا مفر إلا بالذهاب باتجاه بناء مع التدريب من المحامين كل احترام في هذا الإطار وهي رؤية تشارك معا فيها نعم صحيح في هذا الإطار نحن في هذا المجلس لا نعد بإنجاز موضوع معا التدريب ولكن ما نلتزم به هو وضع النواة الأولى لمشروع معا التدريب نعم سواء في إطار تجهيز البنية التحتية التشريعية على مستوى الأنظمة اللازمة إلى آخرها أو المقترحات المرتبطة بهذا الخصوص وفي إن شاء الله في آب القادم نحن الآن بدأنا عملية تجهيز لورشة عمل موسعة سيتشارك فيها العديد من المحامين المعنيين في هذا الموضوع للانطلاق نحو عملية خلينا نقول متقدمة في إطار هذه الرؤية لأنه أنا أقول لك نحن بنقابة المحامين بنعاني من مسألتين اليوم تحديدا في ظل ما تحدثت فيه أخي العزيز في ظل تعطل عمليا منظوم التدريب المرتبطة في العمل القضائي باعتباره متعطل أنه جودة التدريب للأسف ليست بالاحتياج المطلوب وبالتالي محا التدريب قد يسد هذه الثغرة الجانب الآخر المرتبط بالحالة العددية وخلينا نقول الاندفاع نحو دراسة الحقوق بشكل بصراحة لا ينسجم احتياجات سوق العمل وهذا التوجه لتخصص معين دون أن يراعي الاحتياجات الحقية له أثار سلبية في مراعي سؤال أخير بعد إذنك وإذا في مجال في عجالة ما أخطر ملف توجهه نقابة المحامين اليوم وأنت كنقيب محامين يعني أنا بعتقد موضوع مسألة التدريب هي مسألة غير أهمية نحن نتحدث في إطار أهمية إيجاد معالجات لأن هذا له ارتدادات عمليا على واقع مهنة المحامين من ناحية عمل المحامين والواقع الاقتصادي له أثر على موضوع سنضيق النقابة المحامين وبالتالي أرى أنه من ضمن المسائل ذات الاهتمام والتي لا بد علينا كمجلس نقابة حالي ومن يأتي لاحقا بعدنا أن يوليه أهمية مسألة المرتبطة في موضوع محد التدريب كل الاحترام لحضرتك الأستاذ فادي عباس عطوفة نقيب المحامين شكرا لك من عدل بودكاست شرفتنا في هذا اليوم والشكر لكم متابعينا ومستمعينا نلقاكم الأسبوع المقبل في موضوع جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة